اهلا وسهلا بكم عزيزي المشاهدين غدا قد يكون يوما حاسما في العملية السياسية فقد دع السيد الحلبوسي إلى جلسة عاجلة لتحديد النواب البدلاء وفي حال أقسم النواب الجدد اليمين من دون معوقات فأنه يتحتم على المجلس العمل بشكل عاجل لتشكيل الحكومة ومع هذا الحدث المهم بدأت تتكشف مواقف سياسية عدة فقد نفى السيد مقتدى ما أشيح عن وجود تهديد أو ضغط عليه من إيران دفعه إلى الانسحاب لكنه لم ينفي وجود ضغطات تقوم بها أياد تابعة لإيران على كتل ليس شيعية وعلى النواب المستقلين قبل جلسة الغد من جهة ثانية أعلن السيد مسعود بارزاني مطالب الأقليم للعملية السياسية وهي الالتزام القوى السياسية بالمبادئ الثلاثة الشراكة والتوازن والتوافق وكلنا يعلم أن تشكيل الحكومة من دون موافقته سيكون صعب للغاية فهل زادت مصاعب التنسيق في مفاوضاته لتشكيل الحكومة أم سيكون منفتحا بشدة لتقبل كل المطالب ولأجل أن يضمن دعما واسعا لحكومته تحميه من احتمالات استهدافها من قبل الصدر في المستقبل ما شكل المشهد السياسي المتوقع بعد جلسة الغد والاختلاف الذي سيحصل في مقاعد الكتل النيابية وهل سنتجاوز عقدة الثلثين أم سنجهد انقساما جديدا للقوة بسبب الشخص البديل لمنصب النائب الأول لمجلس النواب هل سيدخل النواب الديمقراطي وسيادة إلى جلسة الغد أم يمتنعون ما لم توافق قوة تنسيقي على مطالبهم في العملية السياسية والحكومة الجديدة موضوعنا اليوم قلق العملية السياسية بين انسحاب التيار وجلسة البدلاء غدا لكن دعونا نشاهد ما عده لنا الزميل محمد الكعبي هل وصلنا إلى بداية النهاية في تشكيل الحكومة أم ما زال للحديث بقية في أفواه الكتلة الصدرية وهل انتهت عملية الإصلاح التي نادى بها الصدر أم إنه غير خطته من الخطة أليف التي أراد بها الإصلاح من داخل العملية السياسية إلى الخطة باء التي تعتمد على التغيير من الخارج أما الإطار فهو في حيرة من أمره هل يشكل الحكومة من دون التيار وتنضي الأمور على وفق ما يرام أم أن خطر اللجوء إلى الشارع هاجس يلاحقه الأمور أصبحت أكثر تعقيدا وتشكيل الحكومة من دون التيار يعني إشعال عود الكبريت في براميل البارود يا له من خطر محدق يدق ناقوسه في العملية السياسية التي تشهد أياما صعبة جدا وكأن الجميع واقف على حفة الجبل ومن يعثر ينزل في واج مظلم لا ينجو منه أحد المعلومات تشير إلى أن السيد مقتدى الصدر طلب من حلفائه الإبقاء على تحالفهم لحين عودته من الحج برفقة كتلته حيث سيعقد اجتماعا سريا هناك وربما يخرج بمفاجأة غير متوقعة قد تأخذنا إلى ظرفة النهر وتولد الحكومة أو إلى قاع النهر لنعود ونبحث عن قارب نجاة مكون من 220 لوحة خشبية ليطفو بنا وننجو من الغرق وينصب رئيس الجمهورية وبعدها لا قيمة للثلث المعطلة لأن ما بعدها هو انتخاب رئيس الوزراء الذي لا يتطلب سوى نصف زائد واحد أما عن الإطار التنسيقية فلا تتخيلوا أن المواقف ثابتة كما في السابق وبعد انسحاب الكتلة الصدرية حصلت الأحزاب المنظوية تحته على مقاعد إضافية وهنا العيال كبرت وتنصيب رئيس الوزراء ليس سهلا فالكل يطالب به وهذا قد يفتح بابا للخلافات بينهما إلا إذا كانت حكمة قادتهم حاضرة ويجعلون الرياح تسير بما تشتهي السفن لكن في الحقيقة وعلى وق مبدأ المحاصصة فهذا الأمر صعب المنال وبالعودة إلى قضية انسحاب الكتلة الصدرية كشفت صحيفة الشرق الأوسط السعودية عن معلومات خطيرة تقول بأن السيد مقتدى الصدر تعرض إلى ضغط كبير من قبل إيران للتحالف مع الإطار التنسيقية لكنه فضل الانسحاب من البرلمان على التوافق مع الإطار الصحيفة تنقل هذه الأخبار عن مصادر لبنانية مقربة من إيران لكن ما مدى صحة هذه المعلومات لا نعلم فلا أحد ينكر أن قوى الإطار التنسيقية وصحيفة الشرق الأوسط هم نقيضان لا يجتمعان وقد تكون هذه المعلومات هي للتنكيل بالإطار أمام جمهوره والشارع لكن السيد مقتدى الصدر نفى هذا الخبر اليوم قائلا إن أذرع إيران هي من تمارس الضغط ضد الأحزاب بشكل عام حسب تعبيره وفيما يخص الأسماء المطروحة على طاولة الإطار لتسنم رئاسة الوزراء فقد تشير المعلومات إلى إنهم محمد الشيعة السوداني وقاسم الأعرج وحيدر العبادي ومصطفى الكاظمي وربما الأقرب للمنصب من حيث الإطار التنسيقية هو قاسم الأعرج ولكن لكسب ود الصدر قد يكون الكاظمي هو رئيس الوزراء وبهذا وصلنا إلى مرحلة سياسية الكل فيها متخوف من تشكيل الحكومة خوفا من انهيارها وهنا ينطبق عليها ما غناه حسين نعمة لا بي يعوف انهلي ولا بي يعوف هوايا رحبوا معي بضيوفي كل من سيادة النائب محمد عنوز رئيس اللجنة القانونية النيابية وأيضا السيد هاشم الكندي رئيس مجموعة المبأ للتحليل السياسي وأيضا السيد مخلد الحازم باحث في الشأن السياسي أهلا وسهلا بكم ضيوفي وأبدأ بسؤالي خليني أبدأ من الإطار لأنه اليوم الإطار شاعت حلو شك الحكومة وأيضا الاجتماعات المكروكية اللي موجودة في بيوت السيد المالكي وأيضا السيد العبادي وأيضا السيد هاد العامري أريد عرف بعد ما دخل السيد مقتدى الصدر يعني فيه اعتكاف سياسي وغلق بوابه يعني وخلص يعني ذهب للحج وانتهى الموضوع وانسحب يعني تماما وترك البرلمان هل راح يستطيع الإطار التنسيقي أن يقنع حلفاء مقتدى الصدر بالحكومة الجديدة بسم الله الرحمن الرحيم تحية لكم ستيفة تحية لضيوفك لك أكارم وإلى مشاهدكم الإطار اليوم هو في طور أداء الواجب والتكليف لأن اليوم المسؤولية هي ملقاة عليه في حال ترديد النواب البدلاء للقسم وهذا أمر متوقع لأنه سيكون فيه جلسة يوم غد الجلسة الطارئة التي قدمت بتواقيع من الأخوة في السيادة أما الحلفاء سيد الصدر ومن الواضح جدا أنه سيد الصدر قبل قرار الانسحاب كان قد أدرك بأن مساعيه وشعار تشكيل حكومة أغلبية لن يتحقق هو وحلفاء في الثلاثي لم ينجحوا على مدى ثمانية أشهر في أن يحققوا هذا الأمر بسبب ثبات الإطار بسبب أن الإطار استخدم حق القانوني والدستوري في أن يشكل ثلثا ضامنا لما يجده بأن الإعلان عن حكومة أغلبية هي في الواقع ليست حكومة أغلبية وإنما حكومة غلبة وأيضا هي حكومة أقصائية نعم نصر إلى بداية اللامن وهي حكومة هذا الثبات على رأي جيد لا كان بقناعة فهذه الحكومة التي لم تكن حكومة أغلبية ولو كانت حكومة أغلبية لما دعي المستقلون إلى المجيء توحدوا وتعالوا نعطيكم حصة في الحكومة في حينها ولا دعي جزء من الإطار تعالوا لنعطيكم فهي كانت حكومة أغلبية يراد أن تمر وعندما لم تمر بالأعداد التي مررت رئاسة البرلمان واللجام ذهبوا إلى الاستعانة بالأطراف الآخرين فبالتالي سيد مقتدى لا يريد أن يضع نفسه بحالة عدم النجاح الكامل وإثبات هذا الأمر تلمس من شركاء بأنهم لا يريدون أن يذهبوا إلى المعارضة هم لديهم بصالحهم السياسية وإيضا مصالح جمهورهم ولهذا قرر أن ينسحب من البرلمان فقط تنأكد ولم ينسح من العملية السياسية من الحكومة لا الحكومة لا زالوا موجودين بها الأخوة لا أنا أقصد دراحتي شكل لا سيدخل أيضا لا أتحدث الآن الموقف ولماذا أتحدث هذا الموقف حتى لا يكون في خانة عدم النجاح ولهذا قال أنه يبقى في مفرد بالمعارضة ما رح يأكثر في شيء ولهذا اختار أن يبتعد وهو حقق أشياء جيدة يجدها على مستوى إقرار قانونين فيهم ما فيهم من الإنجاز الذي يصنقين وأيضا أن يأخذ هذا الموقف لن يخسر شيئا كثيرا بحساباته يقدم موقفا وأيضا هو دعا شركاءه بالمناسبة أن يذهبوا إلى عمل تشكيل حكومة اليوم شركاء بالسابق والآن هم برسائل إيجابية أنهم ماضون مع الطرف الذي سيوكل بتشكيل حكومة ككتلة أكبر وهو يطار الشيئي لكن سيد هاشم حدث نقطة مهمة خلال 19 عام ما حدثت عندنا هجي حادث يعني أو هجي حادث مهم جدا كتلة كبيرة 73 نائب تنسحب من البرلمان العراقي وتترك حتى البودلاء ما التيار الصدري هم من سحبه يعني تركه المجال للأطراف الأخرى أنه تأخذ مكانهم وتحل مكانهم يعني إذا نتحدث بالمعادلة الرقمية أنه الإيطار رح يشكل الكتلة أو يكون الكتلة الأكبر تحت قبة البرلمان لأنه أنتوا أخذتوا مقاعد التيار الصدري فأكيد رح يكون عدكم الأغلبية رح تكون أيضا حكومة الإيطار وحكومة التوافقية للأغلبية لأيضا حكومة الغلبة اللي نددتم بها بالسابق الحكومة التي ستشكل لا حكومة توافقية لا توافقية ولا حكومة أغلبية غلبة ولا حكومة غلبة لكن شنو رح ترى حكومة اتفاق خذيها مني وسجليها حكومة توافقية حكومة سؤال رائع جدا في التوافقية التي كنا عليها في السنوات السابقة من 2004-2005 صعودا كانت تأتي الأطراف لتطالب بحصتها من الوزارات نعم وتأخذ حق مكون سني كردي يقولون حصتنا من الوزارات لكن من يأخذ الوزارات هذا وزراء يكونوا محميين لا محاسبة بالبرلمان لا محاسبة على الفساد يقولون لها رئيس وزراء اذهب انت وجهه بس ما لك حق تحاسبه ولا ألكم كبرلمان إنه تحاسبه والسألو نعم بعد ذلك بعد هذه 19 سنة صار عندنا صار عندنا الفشل والفساد نعم فقط عند الشيعة وعند الأعزاب الشيعية فقط هذا الأمر ما ممكن يعود لا أنت يعني هل ستحتي عن حكومة عن كل الحكومات لا لا أستند الحكومة رح تشكر حكومة اتفاق اتفاق هذا الاتفاق رح يجاوز أخطاء المرحلة السابقة نعم إنه انت شريك وياي نعم تجي تتفق بالإلزام والالتزام الالتزام ببرنامج حكومي يكون بعنوان حكومة الخدمة الوطنية وحاقول لك ياه بصراحة كاملة نعم في المقدمة الإطار الشيعي والأطراف الأخرى هي مدركة وموقنة إنه غير حكومة الخدمة لن ينجح شيء ولن يبقى شيء نعم الأنوان الخدمة لا مبادرة خل نشوف لا شرعية إلى الخدمة عفوا نعم هذا الاتزام الإنزام أنت متشح لي وزير نعم كل هذا الوزير يلززن بالعداء إذا يفشل يقال نعم 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 نحن من بداية العملية السياسية لها اليوم نسمع حكومة خدمات حكومة خدمات والبرنامج ما نقدر نقرأه من الأوراق اللي يخلوها وبعدين نجي على أرض الواقع وكل في شبيه مو طرف واحد سياد النائب هو هذا اللي نقوله نعم لأنه سياد النائب رئيس اللجنة القانونية كونك رئيس اللجنة القانونية الأمر اللي حدث كله قانوني كل اللي حصل في العراق لا لا أريد أن تحدث عن انسحاب التيار الصدري وأيضا اليوم الباتشري رح نصوت والصوتون على البدلاء هذا الشيء كله قانوني أولا بالنسبة للانسحاب هذا حق دستوري واحد من حقه يقدم استقاله نعم يقال هذا اللي مبادئ إذا نائب واحد لكن مو كتلك حتى لا مجموعة حتى لا مجموعة طبعا هم همنا قدموا أوراق كل واحد قدموا برقة لحالة هذه قضية يعني التقدير السياسي لأنه التمثيل في داخل المجالس النيابية هو تمثيل سياسي في نهاية المطار لم تحدث هذا شيء آخر بس هي حدثت وواقعية وأخذت مجراء وقانونية طبعا قانونية نعم أنا أسألك ولكن السؤال الآخر حول البدلاء لحد الآن أنا ما عندي معلومة أنه ستكون الجلسة حصرا للتصويت نعم لأنه بالعادة وفق المادة 58 أولا على قضية الجلسة الطارع يحدد الموضوع نعم نزل الإعلان بدون موضوع لحد هذا اليوم معروف سينزل ليلا نهارا غدا هذا الجدول الأعمال يعني ما يكون بجدول الأعمال جدول الأعمال لم ينزل لحد لا ينزل بالعادة ينزل هذا الاجتماع الطارع لم يحدد ما هو الموضوع الذي سيكون الوحيد للمناقشة هل هو موضوع أداء القسم أم هو البدلاء أم قضية مناقشة الأوضاع في هذه القضية نعم خلوها مفتوحة نعم يعني يحددها جدول الأعمال يحددها رئاسة المجلس خلال اليوم أو ودن صباحا ستحدد وهذه العملية لحد الآن في إطار قانوني ما خرجنا عن القانون في قضية الأداء ولكن تتحدثين عن مجمل العملية السياسية فيها خروقات كثيرة ومعروفة وكثيرين يتحدثون عنها نعم لكن نقطة مهمة جدا يعني الآن البدلاء اللي راح يطلعون من المستقلين ورح يأخذون مكان نواب التيار الصدري راح يكون لهم ثقل يعني أيضا راح يكون عددكم أكبر كمستقلين تحت قبة البرلمان ربما تصلون إلى ستين نائب يعني وهذا بأشكالهم المستقل وممستقل يعني المهم هو رشح مستقل ورح يدخل قبة البرلمان هذا هم ينطيكم قوة تحت قبة البرلمان لو أيضا راح يكونون المستقلين مع الأحزاب اللي راح يشكل الحكومة في قادم الأيام يعني تجربة الأشهر الماضية أعتقد أنت دلائل كثيرة بأنه لا يتوجد مجموعة ما اسمهم مستقلين يعني قسم هما من تضمين في أحزاب مسلمات ومعروفة وقسم هما يعدهم ميل إلى الإطار أو إلى التيار وهذه قضية طبيعية قضية الإصطفاء سيادة النائب أنت من ميولاتك أنا من ميولاتي للموضوع والقرار والقانون منذ البداية يعني أنت مستقل فعلا؟ مو بس فعلا حقيقة ومستقل قرح أمين أقدر أقولك الحمد لله لأنه القضية أعلنتها منذ البداية أنه المستقل للمستقل يجب أن لا تكون له علاقة بتشكيل الحكومة ليش؟ لأنه هو جاي يأسس إلى منهج آخر وبالتالي ممكن أن يكون منهجة يقوم على الرقابة الفعالة والتشريع الرصيل لأنه دورات الماضية لم تكن هناك رقابة فعالة بسبب التوافقات لكن سيادة النائب إذا نتحدث بكل صراحة أنه عددكم الفعلي سيكون 62 نائب إلى 60 نائب أسأل تابعين للأحزاء هذا تقدير تلطي الأرقام أنا أعلنت بأكثر من قناة أبحث عن مستقل واحد لأشتغل عدة صانع لا لا بس أستاذ نحن نتحدث عنه سيادة النائب على الأسماء والقوائم اللي دخلوا مستقلين لا 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 فكرة المستقل رؤية مستقلة بعيدة عن هذا الطرف أو ذاك منهج آخر سلوك آخر هذا مو مستقل يعني على الأساس ما هو منتمي فقط عند رؤية عند منهج عند قدرة حتى هذه فكرة المشاركة يعني أغلبهم من الإطار لا ما أعرف أنا كل واحد كل واحد مذهبة أو دينة شكل يعني أغلبهم من الإطار اللي راح يطلعون يعني بعد ما معروف يعني 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 حركة حقوق أغلبهم في الإطار للإطار الشيئ سيكون 52 بس أكبر ساعدتكم خير وبرك شكرا يعني يعني تقدم على الأكثر قائمة الكتلة الأكبر 132 132 132 بس أنا أقول حركة حقوق على سبيل المثال أعلنت وما أعرف شنو الأسباب أنه ما تريد تجتمل أنا أعتبر لا ليس هذا موقف غير أفن أفن وقتك لكن هذا الموقف مو نهائي أعرف مفاوضات مفاوضات لا 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 ربما هو الأمر غير حقيقي قالوا بأن هذا ليس الموقف النهائي وهم في يعني هو بالإطار وفي الخبايق كلها طبعا لأنه هذا أمر معلن أفن ببيان رسمي لخوف الحقوق قالوا لم يعطوا موقفا نهائي فبالتالي العمل النيابي هو وجود منبر للتعبير عن المنهج عن السياسة عن المواقف فما أعرف سنو رح يصير الحركة بأنه من يقبل من ينسح شنو تخوفاتكم شنو تخوفاتكم أحنا ما عدنا تخوف بقدر ما قلقين أنه ما تستقر العملية السياسية وأحنا نطمح أن يأتي أي شخص يقود الحكومة أو يكون رئيسا للجمهورية يحترم الدستور ويلتزم ولا نعيش بالاستثناءات إجراءات الاستثناءات في مختلف المجالات يفترض أن ترفض نعم نعيشنا بالنظام السابق كل استثناء والآن هناك بعض القرارات بالتعيين وغير التعيين بالاستثمار غير الاستثمار كل استثناء نحن دعاة مجتمع وعملية سياسية مستقرة لا ينسحب القلق إلى الشارع من خلال الاختلافات السياسية بقدر ما يجب أن تعالج بحوار وتطمئن أما قضية الخروقات الدستورية منذ الخرق في هذه الدورة الخامسة أنا شخصيا أعلنت الخرق ولا الحرق لأنه لسنا مع أي استدام أو مناكفة مناكفة سياسية حادة أو التلويح بمستقبل مجهول للعملية السياسية هذا أمر أعتقد الشعب العراقي لا يستحق بعد المعاناة الطويلة ستدخلون أنا أحضر كل الجلسات ولا أغيب ولا عن جلسة لا أعتقد على شخصيا لا أعتقد أي اعتراض لأنه من ستقول إليه النتيجة في رئاسة الجمهورية أو الحكومة هذا شأن لكن لسأل أيضا سؤال قانوني قبل أنتقل إلى أستاذ مخل سيادة النائب موضوع النائب الأول لرئيس البرلمان البعض يتحدث قانونيا لازم مجلس النواب يصوت على الموافقة على استقالة السيد حاكم الزاملي هل قانونية استقالة السيد حاكم الزاملي لا سيدة لازم يكون عند استقالتين ولا استقالة واحد لا محتى قانونيا قانونيا يستقيل من قانونه نائب أول ويرجع أضوان وأيضا يفترض أن يستقيل هل سوا عنده استقالة واحدة يعني ما عرفوا ما كاتب بالاستقالة من الأثنين نحن ما شفنا النصوص نعم عذا شفنا واحدة النشرة اللي نشرته ما سيد حاسن العذاق بل فهذا النائب أحيانا يريد يختلي من منصب النائب الأول أو الرئيس المجلس يعني يجب أن يستقال من نائب الأول ويستقال طبعا لازم ينهي أضويته بشكل نهائي هو بالتالي يفترض أن ينتخل بشخصية أخرى وهذه أيضا باتفاقات أو شيء من هذا القديل نعم شكرا جزيلا رأي قانوني مهم يعني وضحنا كل الأمور سيد مخلد يعني بعد استقالة السيدة الصدر هل راح نتجاوز عقدة الثلثين اللي عطلت العملية السياسية ودخلنا في دوامات وأزمات كبيرة وانتهت هذه معظلة ثلث المعطر وثلثين كلها راح تحية لك سيدتي وتحية لك هاشم وتحية لسيادة النائب يعني بس تعقيب بصير فيما يخص التواقع التي جمعت حول الجلسة الاستثنائية سيد هاشم يقول أنه جمعت من قبل السيادة السيادة عندما قدموا قدموا من أجل موضوع تعرضات الأتراك إلى شمال الإراء لم يتطرقوا إلى موضوع البدلاء البدلاء وبالتالي يعني إن ما صحت الأقاويل إنه هذا الطلب فقط موجود فهو لا يمكن في هذه الجلسة الاستثنائية تقديم البدلاء إذ ما صحت هذا الموضوع هذا واحد نعم اثنين فيما يخص السيد مقتدى الصدر وما حدث لكل هذه الفترة نعم يعني أستطيع أن نقول مع الأسف يعني الإطار التنسيقي لم يستطيع أن يتعلم من أخطاء الحكومات السابقة جميعها لم يستطيع أن يتقدم خطوة إلى الأمام وهو من قادل الحكومات السابقة لمدة يعني أقل ما يمكن 15 سنة من هذا؟ الإطار التنسيقي يعني بحكومات سيد الكاظمي المالكي مابتينو سوى العبادي يعني هذا مجمل للحكومات الإطار التنسيقي بقى على نفس الخطاب بقى على نفس المعطيات نعم لذلك لحد هذه اللحظة لم نسمع ولم يسمع الجمهور خطاباً حقيقياً للشعب لكي يطمئنه نعم السيد مقتدى صدر نعم شارك في جميع الحكومات ودائماً ما كان يخرج من حكومة ويدخل إلى حكومة لكنه دائماً ما كان يتجدد دائماً ما كان يعني يقيل ناس ويجلب ناس فبالتالي سيد مقتدى صدر كان يعني في كل مرة نسمع منه شيء جليل وآخرها ما سمعناه في حكومة الأغلبية حكومة الأغلبية نعم هي الأفضل اليوم يقلق حكومة غلبة هذا سيد لا 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 يمكن اعتبارها حكومة غلبة هذا سيد هاشم هذا رأي سيد هاشم ورأي الإطار التنسيق لكن نحن كشارع قريبين من الشارع نرى أن حكومات لمدة منطعة السنة لم تجلب للعراق سوى الدمار والظلم والجور والفقر شئنا أم أبينا نحن اليوم لا نتكلم بمجاملة بالنسبة للشعب العراقي نعم حكومات لم تجلب لنا خيرا وبالتالي نحن يجب أن لا نبقى في هذا المربع يجب أن نتقدم خطوة إلى الأمام كانت خطوة سيد مقتدى صدر هو أن يتقدم خطوة إلى الأمام بغض النظر عنه الحكومة نحن نفهم في نظريات الحلوم السياسية أن الحكومة حكومة الأغلبية تتحقق عندما يحقق أكثر عدد مقاعدة البرلمان السيد لم يحقق مقاعدة البرلمان لذلك ذهب إلى الاتلاف مع السيادة وذهب الاتلاف مع الديمقراطي بالمناسبة السيادة والديمقراطي هم فرحين بذهابهم مع سيد مقتدى صدر لأن لديهم لديهم مآسي مع الحكومات السابقة لديهم الكثير من المطالب كتبت على ورق ولكنها لم تنفت وبالتالي هم وجدوا في السيد مقتدى صدر مكان وملاذ آمن نعم تقصر أنه وجده المصداقية وجده المصداقية نعم في السيد مقتدى الصدر لأنه ممكن أن يحقق لهم هذا المطالب أنه سيد مقتدى صدر إذا ما قاله فعل بالتالي الزعيم مسعود البرزاني يعني رجل باعق كبير في السياسة وكذلك الأخوة في السيادة أكيد هم ذهبوا بهذا الاتجاهل مع هذا التحالف ليس ذهبوا من أجل فقط البيت الشيعي أو غيرها لكن لكل من هذه الكتل مطالب وملفات عالقة لم تستطيع الإطار التنسيقي تحقيقها وبالتالي ذهبوا بهذا الاتجاه السيد مقتدى صدر نعم انسحب من البرلمان لكنه لم ينسحب من التحالف الثلاثي التحالف موجود بالتحالف كل الذي حصل هو باتفاق مع التحالف الثلاثي مع جماعة السيادة والديمقراطي الكردستاني وبالتالي يوم غدا ستكون صدمة كبيرة إلى الإطار التنسيقي لأن نصاب الجلسة ما يتحقق وهذا هو سيبدأ من هنا الثلث المعطل للثاني الضد هذه معلومة لو عاد حل يعني هذه معلومة هذه معطيات من تقريب أيضا هذه معطيات يوم غدا لن يحضر السيادة ولن تحضر الديمقراطي الكردستاني لهذه الجلسة وبالتالي سيكون ثلث معطل في خلال النصاب للخمسين زائد واحد لأن بدون خمسين زائد واحد لن يستطيعوا أن يمضوا في إداء اليمن انقلبت المعادلة كان سابقا كان سابقا الثلث المعطل في انتخاب رئيس الجمهورية اليوم الثلث المعطل سيكون في البدلاء وبالتالي السيد مقتصدر في خطابه وفي بيانه اليوم كان واضح أعطى رسالة أولا إلى الشعب ومن يقول أنه انسحب بتأثير إيراني قال أنا لا لم أنسحب بتأثير إيراني وأنما انسحبت من أجل الشعب وأعطى رسالة ثانية إلى الحلفاء بأن يكونوا أقوية حلفاء إيران سمهم لا لا حلفاء حلفاء بالإطار حلفاء إيران هو قال أن هناك أدوات إيران في العراقية التي تتحكم بالموقف السياسي العراقي وبالتالي أعطى رسالة إلى حلفاء بين يصمدوا بين يكونوا على أهبة الاستعداد ونحن سمعنا كثيرا اليوم يعني يجب على الإطار التلسيق أن يقرأ الواقع رجاء يعني الموضوع الكلام النرجسي والوردي اليوم لا يفيدنا يجب أن نقرأ الواقع يعني إذا لم نرى المستقبل لا نستطيع أن نعيش اليوم بس أشوف رئيسيات النائب رئيس الإجنة القانونية تتوقع أنه باشر ما رح يكتمل النصاف بس الأخي يقول ثلثة المعطل في حارة ثلثين نعم إلا ما تتحقق ثلثة المعطل يعني شبيب ثلثة المعطل هو نصف زائد واحد نعم نصف زائد واحد ما تصبح قضية يعني 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 يقول لك المهم ما كنت أعطي البعش هذا إجراء مو جديد على العملية السياسية ولا أعلم خليه قانونيا قد يحصل قد يحصل أسن قلبة المعادلة مثل ما تحدث السيد مخلد يعني شونا استفادين أولا أستاذ مخلد بالتحليل هو محلل نعم لكن ما طرحه هو متنبئ أو متوقع هذا الأمر عنده مقاله وماته وهم عنده ونقول راح اذهب مع ما قال أستاذ مخلد نعم إنه القوة التي ستعترض على الإطار الشيعي بالخارطة الجديدة ستذهب إلى أن تكون جزء معطل أو ثلث ضامن نعم هذا الأمر مرحب به بهدامي مارس حقه الدستوري والقانوني شنو نزعل بهذا الموضوع نعم والإطار الشيعي سيذهب إلى تشكيل حكومة نجح كيف يشكل الحكومة يعني يقلك بالجلسة سمعتك بالكامل سمعتك بالكامل حق الدستوري حق الدستوري من يقدر يعرضه نعم لكن أقول اليوم الرسائل الأولية شنو الرسائل والاجتماعات التي حصلت تقول بأن ما بقي من التحالف الثلاثي سيكونون معارضة أم سيكونون جزءاً بالحكومة اليوم تسريح الرئيس مسعود البرزاني يقول شروطنا للدخول بالحكومة كذا وكذا شراكة نعم توافق هذا الدليل على أنه سيذهب إلى المعارضة سيذهب إلى الحكومة بس هذه الشروط ربماто بعض الأصراف سيكون صعبة يا سيدتي أقول هذا الطرح لمن يريد أن يذهب إلى المعارضة لو يريد أن يشارك إلى الحكومة لو يريد أن يذهب إلى المعارضة أو أنه لم تستشارك لا عندي شروط ولا بد أصد أبدا أكبر ما قال يقولون من يقول بعين هاي حكومة غلبة قال أنني ما أشارك لكن المنهج في تشكيل الحكومة القادمة له ليس فيه إقصاء إلى طرف أطلاقاً إلا من لا يريد أن يشترك فقرار محترم مثل قرار الأخوة في الكتلة الصدرية قرروا أن ينسحوا من إبن المان فلهم الحرية الكاملة الإطار وإن كان الأستاذ مخلد ربما سوف يدافع الحب لكن ما أتصور إنه وضع نفسه في موضوع الناصح للإطار الشيعي جيد كل العراقيين لهم الحق أن ينصحوا أقول أقول نمديني النصيح أقول أحسنتم شكراً سيدنا هذه تذكيرها مهمة جدا أقول ذكر الأستاذ أنه مشكلتنا بالحكومات السابقة اللي كانت فاشلة وفازدة نعم شخصها شخصها أقول بس قوة الإطار كانت مشتركة بهاي الحكومات لكل مشترك نعم فالكل مشترك بالفشل إذا أكون فشل وإذا أكون فساد أقول حكومة الكاظمي الآن الإطار هي حكومتها وليس حكومة بها فإذا كانت حكومة الإطار إذا كانت حكومة الكاظمي الإطار مشترك بها فحكومة الكاظمي إذا كانت ناجحة فالإطار اشترك بحكومة ناجحة نعم إذا كان ما مشترك بها نعم وحكومة الكاظمي فاشلة فليش الأخوة في التحالف الثلاثين ما انتقدوا الكاظمي على مدى سنتين مرة واحدة مرة واحدة مثلاً احترقت عندنا مستشفيات بمرضاها نعم اتفاقيات اقتصادية فاشلة ملف في الكهرباء لا زال فاشلاً كان عند الآخرين فاشل والعالم فاشل ما شفنا أحد من من قال بالأغلبية وبالإصلاح ينتقد حكومة الكاظمي لمرة واحدة مرة واحدة لكن اليوم الكاظمي حليفكم سيد الكاظمي لا والله الكاظمي أولاً الكاظمي مو حليف الإطار وراحداً للك الإطار ينتقد الكاظمي الإطار جزء من عنده قال عليها الكاظمي مقصر قسم عقول على الكاظمي الآن البعض يتحدث يقول لك أن الإطار منتفقية هذا الحديث وانت سمعته حديث؟ حديث؟ حديث من شخصية سياسية مهمة سيدتي نتحدث بالأحاديث نتحدث بالمعلن نعم إذا بالأحاديث أنا أقول لك الكاظمي حليف حيفاء الحسيني هذا ممكن يقال لكن الواقع أنا أخذلك بالتصريحات الرسمية الآن الفتح ببيان رسمي يحملون الكاظمي ما حدث من خروقات أمنية اعترف بها بومبيو بأن المطار والأمن مخترق والمخابرات مخترقة والآن يوجد طلب الاستجواب الكاظمي على هذا الشيء نعم فهين الحليفة هنا دولة القانون معارضة على الكاظمي نعم جيد وحمل مسؤولية رفع سعر الدولار وغيرها مع الأطراف الأخرى وأن الأطراف الأخرى أيضا تقول بالكاظمي ما قال مالك بالخمرة وأزيد ونحن نطلع ونتحدث على الكاظمي نعم وقلنا حكومة في السبوكية فأول التحالف سيدتي الإشكالية مو يمي الكاظمي لا الإشكالية بغياب المعايير نعم من نقول الحكومات فازدة خش نعم لازم كل الحكومات لا 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 مو كل الحكومات كل من اشترك بالحكومات هذه المشكلة اللي أعود وأأكد عليها نعم يراد الصاق الفشل والفساد بالشيعة فقط ولهذا حركوا التظاهرات وجابوا الأجندات والأبرياء استغلوهم وبعد ينخدعوهم لأنهم الأكثرية اسمعي يا عزيزي أنا أقولك الأكثرية اسمعي يا عزيزي جوي الأكثرية تاخذ حصتها يعني أنا ما أقدر أجابك لأنهم الأكثرية إضافة إلى ذلك الشيعة لديهم إدعش محافظة عراقية لم يستطيعوا أن يبنوا لمحافظاتهم الأش لا 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 أولا لا أسمحي اسمعي أول هذا ما يبنوا لا 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 كش ما سوهم دعاية الكاظر لا 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 ليش كاذبة ليش كاذبة نحن نحجي واقع حال نحن كنا ولدها البلد نحجي واقع حال لأنهم الأغلبية الأكثرية وبالتالي لم يستطيعوا أن يبنوا لمحافظاتهم الشيء البسيط لذلك فقدت الثقة بغض النظر بغض النظر يعني هي الحكومات كانت تقادل هذا وقتي هذا وقتي هذا وقتي أنت غسلت حدث السيد هاشم طيني أمثلة طيني أمثلة يبنوا طيني أمثلة طيني أمثلة بنوا موجود مثل يش الواقع غير تقولي طيني أرقان وين بالسماء وين بكل مكان وين لكن تعرف شنو اللي يواجهه بالناصرية وين تعرف شنو اللي يواجهه اللي يواجهه فشلهم توضحوا برز بينما فشل غيرهم وسرقاته كمم ليش ما طلعوا بالأنبار من قالوا على الحلبوسي هي ليش فشل هم فشل ليش ما تحشو ليش ما نحكي لعب ليش ما تحكي التظاهرات لا لا نحكي الفشل موجود على الكل سأقول اليوم الفشل يتحمل من كان مشارك من كل المكونات لا أحد يوضع نفسه الحكومة والحكومة القادمة لن يدخل بها شخص لن يتحمل المسؤولية ماكو بعد غطي لي وغطي لك ماكو بعد اسكت عني واسكت عنك لا ماكو واحد فوق المحاسبة الكل يدخل في هذه الحكومة ويحترم القانون والقضاء ولا ينتقي نعم 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 نحن القضاء السلطة الأعلى نعم نعم نحن القضاء سيد من يعيدنا نتائج الانتخابات خلينا نسأل نقول لنا شكرا انت قضاء نزيه نعم انت قضاء عادل ومهني عندنا القضاء من يختلف فيانه نقول يتعرض لضغوطات أذر وإيران لنقول القضاءة بعثية نعم لنقول قالوا سنة وصارة وشيعة كل معيار واحد بس أريد أسأل سيد سيد أما مسألة التشكيل نعم تشكيل حكومة سيكون سهلا ويصيرا بعنوان واحد لأن الخريطة تغيرت الحجوم تغيرت لأن انتوا عندكم الأغلبية أصبحت بالبرلمان والإطار أصبح عنده الأغلبية بالبرلمان بالمناسبة والدليل قبل انسحاب الكتلة الصديقة نعم خلينا نسى يعني ما معقول سيدها شمع أغلبية أغلبية خلينا نسى ما معقول هسأنتوا الكتلة الأكبر اللي راح تكونوا 132 أو 132 نائب تحت قبة البرلمان فيما بعد سيد هيفاء فيما بعد جلسة الباري جلسة غدن فيما بعد جلسة غدن ممكننا نتكلم فيما بعد جلسة غدن سوف نتكلم خلينا نحكي فيتراضيات هذه فيتراضيات بعيدة بالأمد سيد هاشف سيد هاشف خلي سيد هاشف يعني إذا جيبوا رئيس وزراء راح تقدر كتلتكم تحت قبة البرلمان تحاسبوا الوزراء وتحاسب رئيس الوزراء لو انتوا راح تكونون الكتلة الأكبر تحت قبة البرلمان وأيضا تطبطمون على الفشل على رئيس الوزراء وأيضا على الحكومة الجديدة ونبقى نفس الطاس ونفس الحمام والله هذه الحكومة لأننا جبناها لا يكون فاشلة أولا نقول هذه المحاسبة تشمل الجميع ونقول اللي لا يقدم خدمة راح تسقط بالبرلمان ويسقط بالشارع الناس بعد ما تقبل غير الخدمة أي شيء غير الخدمة بتقبل لكن مو آني يصير علي تظاهرات بس بمحافظاتي مو الحرق والتدمير والتعليق والقتل بس على أطلاف معينة الفاشلين وين الفاشلين نقول الفاشل تعت حاسب أنا باشر أقبر ووزير كهرباء يعني العقلية تبدلت هاليوم لا مو العقلية بعد بعد 19 سنة والأزمات اللي ما قلت نبيها لا تحدي تبدل المصير تبدل لأنه اللي صار تحدي تفدي تعافين شو ملانسة تفدي يعني هناك أطلافتي تبتز بالشارع وبالتظاهرات قبل أن تشكل الحكومة هذا الأمر التظاهرات حق واجب لكن من تكون أداك الابتزاز ويعطلون النواب عن التواجد في مكاتبهم وفي بيوتهم هذا الأمر عندما تسيس التظاهرات لجهات أو لأجندات خارجة أكو جهات وأجدات نقول التظاهرات من تطلع على خدمات فاشلة كنا نحيي التظاهرات كنا نبارك له لكن قبل أن تشكل حكومة ناس تريد تحرك تظاهرات هذي شي يسمون بس خلي نشوفهم جلسة جراجة أقول سؤالي بريئ السرعان بريئ جدا لماذا لم تطلع على التظاهرات خلال سنة لعلكاظمي لماذا لم ترى طرف سياسي لماذا سيد مخلف سؤال مولد مئة يوم السيد محاسب يعني من وجهة نظري السيد الكاظمي رئيس الوزراء الوحيد الذي استطاع أن ينفذ من طوق الإطار والكتل الإطار الوحيد الوحيد الذي استطاع أن ينفذ ولو أنه مكبل لو أعطيت له الحرية لعمل الكثير ناجح أنا من وجهة نظري بما عمله خلال هذه السنتين بالنسبة للعراق إعادته إلى الحضن العربي علاقات لا الحضن العربي هذا المهم يجب أن يعيش العراق هل أنجزنا الحضن؟ أستاذ هاشم أحنا بلد اسم العراق إذا ما عندك إذا ما عندك خطة استراتيجية خارجية إذا ما عندك رؤية خارجية يجب أن أحنا في مضع سنة عشنا بيحضن دولية أحنا بيحضن دولية حلينا نشوف رأيسيات النائب أحنا بيحضن سياد النائب محلن يجب أن يعيش في حكومة السيد النائب أحنا بيحضن دولية سيد هاشم اليوم العراق مضورة فاعل اليوم اللي تصودي اليوم الحراق إلى حضور فاعل من خليج بالإقليم إلى ESM سوف يكون حلقة التوازنات الإقليمية المستقبلية العراق خلينا نشوف رأيسيين النائب بالأكس بالأكس وهذا سبب على منفتاح سيادة النائب أريد نتحدث هل نجحت حكومة السيدة الكاظمي خلال سنتين يعني أنت نائب ومن النجف ونائب مستقل مستقل قح سيدتي بالنسبة للحكومة الحالية هي حكومة لم تستطيع أن تخرجنا من القلق الذي عشناك كل الدورات السابقة ليس لأنهي أيضا نتاج مجلس نواب وتوافقات سياسية وحتى المشاركين في الوزارة صحيح ليس كل الأطراف السياسية ولكن بقت نفس المنهج نفس الطريقة السابقة مع تحقيق هنا وهناك ولكن ليس هذا المطلوب بالشارك لكن يقول لك سيد مخلد أنه طلعت من طوق الإطار يعني تحرر السيدة الكاظمي كيف مجلس النواب وين كان تفضل سيد مخلد سابقا كان رئيس الوزراء هو يعني من قلب أو من رحم الإطار أو من رحم الكتل السياسية وخصوصا الشيائية التي كانت تقترب رئيس الوزراء لكن السيد الكاظمي اختير في وقت معين الإطار التنسيق اليوم كثير منهم غير راضين على وجوده على أداء لا 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 غير راضين على وجوده لأنه هو عمل أشياء هو الإطار التنسيق لم تكن لم يرجعنا للحطن العربي مو بس هذا مو بس هذا ستي فأحنا يجب أن نقرأ اليوم الخارط السياسي العقيقية يعني هو هذا إذا إحنا اليوم يعني العراق عنده مناورات خارجية اليوم العراق عنده فد اسم دولية اليوم أكو اجتماع سوف يحضره السيد الكاظمي قمة خليجية وغيرها وغيرها قمة بايدن الذي يجي وفض أمين لك يا إسرائيل العراق اليوم يبحث عن مصالحه العراق إذا يجي رئيس وزراء لن يبحث عن مصالح العراق نحن لا لا احتربي سيد مخلد الرجل الكاظم ينجح في مصطحة العراق بعيدة عن كل الضغوطات السياسية خارجيا هذا الرؤية ما لك السياسية وافق الرؤية؟ لا هو نائب مستقل شبك سيد سيد النائب ما عندي رؤية أنا؟ أنا اللي أتحدث عنه برؤيتي أهل الدار أولى بن الجار العلاقة بالخارج والمشاطات والمؤتمرات ها ما تجيب خبز أنا أريد خبز إلى الشعبي أريد قدمات وبهذه المؤتمرات سوف تجيب لخبز اليوم عندنا فائض مخت كبير يقل لك الداخل أهم من الخارج هذا رئيس سياسة النائب نعم هو لو أقل الفرصة نعم ورأي أهل الدار أفضل من أي رأي آخر لأنه الخارج هو سيتبع إلى قوة القرار الداخلي وهذه القضية نعانينا من أربع دورات نيابية وحتى بألفين وثلاثة نعم لم يكن القرار الوطني المستقل الحقيقي هو السائد نعم وإنما هناك تأثيرات وهناك علاقات وهناك مشاركات وركض أنا شخصيا أنا خريج قانون ودولة عام يعني علاقات الدولية دارسية الداخل يتبع له الخارج وليس العكس نعم كل ما كانت عندنا سياسة داخلية سليمة وقوية وشعب بس هذا شوك تصير سياسة ناعد لما تكون عندك بلدة سيادة بلدة استقرار بلدة سأمين عنده هذا الوقت إنه الخارج يجيك احنا خلال 18 سنة البلد ملتنا منهك 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 العقوبات السابقة خارجيا سيد مخلط منهك 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 أول المختل احنا رأينا كمستقلين أو كمستقل ذلما وصفتين نقول يفترض أن يكون هناك استفاف وطني لأداء الواجب الدستوري والقانون استفاف وطنية على حيني ليش ما أنطوا مجال سيد مختدى صدر اللي هو حليفهم وياهم شاركوا يياهم أنطوا مجال خلي شكل نجاح يا بان خير ما نجح ترى أنت في شالة بحد تطلع من الساحة يعني هاي هاي هذا الاصطفاف الوطني هذا رأي أنا أيضا أشير إلى قضيه سستتحقق حكومة الأغلبية السياسية في العراق لأنها ستحدد المسؤولية واعتقد الآن ذكر الإطار أنه ليس الكل سيشتري لا قال كل لا مو الكل قال لا يقصى أيضا لا يقصى بس إذا لم يرغبوا هم داهبين بهذا الاتجاه سيادة النائم هم داهبين باتجاه أنه شكلوا حكومة توافقية رؤية سيد مقصد يعني يسأل وقت عليه دركنا بس نقطة مهمة جدا مجلس النواب راح ينعقد باشر لإدلاب الأصوات مالسيسمة لا لا راح ينعقد يعني النصاب راح ينعقد إذا كان بخصوص بس نقطة إذا كان بخصوص البودلاء البودلاء لا ينعقد نعم بخصوص البودلاء ما ينعقد ما عندي معطيات كثيرة لأنه البودلاء يحتاج نصف زائد واحد وليس ثلثين مسياء مخلص الإطار الديمقراطي والسيادة عدهم مطالب خلي نقول إذا أرادوا أن يذهبوا باتجاه تشكيل حكومة أوكي عدهم مطالب والمطالب جمع والمطالب صعبة البارحة واليوم جلسوا فقط نعم هل هذا الوقت 24 ساعة كافي إلى أنه يأخذوا كل هذه المطالب ويناقشوها ويذهبوا غدا البودلاء ما لها دخل لا لا لها دخل بمجرد 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 بهاب يوم غدا لإكمال هذه المشروع فالإطار التنسيق سوف يذهب لتشكيل حكومة بمجرد سوف يحقق الأغلبية ما راح يكون ثلث معطل مثل ما تحدث ما يقدر بعد حق المعطل ما يقدر لأن الإطار ما يقدر مصح شوان مصح نبدأ برئيس الجمهورية ثلثين عدهم الإطار الثلثين عدهم إذا إذا 70 نائر بجو بودلاء فرح يكون عدهم 22 ويذهبون بجاة شكيل حكومة أتكم راح يصغير ثلاثين لا لا بسعتكم ثلاثين قال الطرف أعيش أكتنون ثلاث معطل وأنا قلت له هذا حقم الدستور مراحب أقول خارطة جديدة في حال أداء النواب ماذا متفقين البارحة البارحة اتفقته واجتماعته اتفقته على الجلسة أنه راح يكونون البدلة كان اجتماع مع الديمقراطي نعم وكتفاهمات مع الأخوة السنة نعم اجتماعته أنه راح يدخلون الجلسة راح أقول لك المبدأ يلا لا أحكيني شنو صار المبدأ 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 تأتي معي تأخذ استحقاقك الانتخابي ولكن تلتزم وتكون مسؤول بالنجاح يحسب لك والفشل يحسب عليك هذا أولا ثانيا احترام القانون والدستور ما كنت قائية ما كو هذا يعجبني القانون لا لا بس يجي ما راح تتفقون لا لا راح يتفقون راح أقول لك فشل هذا العمر راح يعرض لمن يأتي إلى هذه القواعد القانونية والدستورية فأهلا ومرحبا لمن لا يأتي راح أقول لك فشل نعم إذا ما يجو الخارطة فضفاضة فيها مجال كثير شنو المجال طيني واحد من المجالات نحن أقول لك المجالات اللي جاي قادم 132 نائب وعنده تحالفات سابقة نعم بأعداد محترمة قبل لا يكون هذا الإضافة 52 حقق الإطار الشيعي مع حلفاء 152 من أوقفه جلسات 152 نعم من أوقفه جلسات لانتخاب رئيس الجمهورية في الجلسة الأولى البرلمان كم كانت قال 122 ثاني جلسة مية و مية وسبعين لا أكثر 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 نواب المستقلين طلعوا طلعوا ما حضروا الجلسة لأسباب خاصة وليس لأجهد صادم خلط أقول تشكيل الحكومة الآن بعد أداء النواب البدلة سيكون مسؤولية وتكليف وشرف للإطار الشيعي إن نجح به ضمن المعايير البطنية وضمن الثوابت التي كان يقول بها فهو أمر جيد جدا إن لم ينجح فهو كما كان الآخرون بتمام هذا كلام محلل أريد أختم المعلومة الإطار خليهني المعلومة أنا أخليها أخليها المعلومة ونسبق كل شيء بقول إن شاء الله لا إن شاء الله كل شيء صغير لا إحنا مأمورين مأمورين بأن نسبق كل شيء إن شاء الله أنا أقول الحكومة ذاهبة للتشكيل السلبود دلاء أو في الحكومة بعدما وصل البدلاء متحققين وماضين وحصير جلسة وحصير جلسة إن شاء الله والجلسة تناقش أمرين إن شاء الله الاحتداءات التركية على الإقليم وعلى أخوتنا الكورت نعم وأيضا سيؤدي النواب البدلاء ولن يستغرق القسم وسنجاهد هذا الأمر لن يستغرق إلا دقائق والحكومة ستشكل سريعا إن شاء الله نعم وحكومة ستعالج أخطاء المرحلة السابقة نعم وستكون مستعدة هذه الأسمان العرضة كل الأسماء كذب حيدة و العبادي حيدة و العبادي عالك أسابتك أسمتك هل تستفادين من الوقت كل الأسماء المطوقة غير صحيحة أنا عندي معلومة الأسماء التي تطرح معلومة عندي من المستقلي من الكتلة المستقلة المواصفات هي التي تحكم لا لا من الكتلة المستقلة ما تفقين على الاسم لا ما كث الذي أصعى له الإطار الشيعي نعم أن يكون اختيار رئيس الوزراء ضمن الكتلة الشيعية الأكبر. كما حق السنة عندما رشعه الحلبوسي. كما حق الأكرار من دور الشهرية الجمهورية. إذن هو السيد المالكي. خليني أختم وياك. المالكي جابه. السيد المالكي. منه قابل المالكي. وانت تتنبئيني. سيد أبو غالد. أنا ترعليه. أنا قلت للمواصفات التي تعكم. وهو عراقي. المالكي أو المواصفات التي تعكم. وسيصوت عليه النواب. نعم. طبعا يصوته. وسيكون مسؤولين أمام الشعاب. نعم. هاي المواصفات. طبعا يصوتهم. 132 نائج. أي اللي يجي رئيس مدراء. مسؤول أمام البلمان. ومسؤول أمام الشعاب. يعني هم خلص. حسموها واتفاقيات. وباتشار انطاك الجلسة. بيها فقرتين. انتهي الموضوع. لن تتحق الجلسة هم غدا. وأنا رسالتي إلى السيد مسؤولي برزاني. أن لا يمشي باتجاه الوعود وكتابات والاتفاقيات. لكن هو تحدد عن ثلاث وإلى سيد الحلبوسي. عندما سوف يشكل إطار التنسيق الحكومة. سوف تذهب وتقال. أنا عندي رأي لازم أثبته. بأنه نحن أنا شخصيا مع حكومة الأغلبية السياسية. كانت سابقا للتيار. ولآن للإطار. والمعطيات تشير إلى أن ستكون حكومة أغلبية. لأنه ليس الكل سيشترك. لغرض واحد هو تحديد المسؤولية. لأننا أربع دورات قائمة المسؤولية. وأنا أقسم الرئيس الوزراء اللي يجي ويطرح برنامج السياسي. أتمنى أن أسمحوا لي أنه يكتب لنا ورقة وحدة. لا أريد تسعين أو ثمانين ورقة. لا الحكومة تكتب لنا. أريد بس وحدة وبيها فقط ست نقاط. هذه النقاط تتنفذ. وما أريد كل شي منه. خلاص. والنقاط خدمية. لا أريد ستة بس. لا أريد ستة كافية. حتى تتنفذ. لأن دائما نسمع نقاط وهذه والأخي كل شي ما يتنفذ. ولهذا سيكون العزام والالتزام إن شاء الله. وبالختام عندي كلام. وصلنا إلى محطة سياسية حساسة جدا. وما أعلم شنو إنجازاتهم لهذا البلد. وكان لازم إحنا هسا نحتفل بإنجازاتهم. لكن فوضى أمنية خلال 19 عام. نتاجها سياساتكم الخاطئة. وأتحدث عن بعض السياسيين. انقطاع للطاقة خلال 19 عام. أيضا نتاجها خطتكم الفاشلة. نقص خدمات خلال 19 عام. ضاعت بيها الفلوس والناس كل شي ما شافت. تحطم الشعب خلال 19 عام. مخدرات وموت وضياع لمستقبل الشباب. أصحاب شهادات عاطلين عن العمل. خلال 19 عام دون الحصول على أي استحقاق لهم. تعبوا والله تعبوا. تعبوا من هذا الواقع اللي نعيشه نحن هذا اليوم. واقع صحي تعبان خلال 19 عام. 19 عام من واقع تعليمي سيء. وأساليب تعليم بداية. في حين أن العالم وصل لزمن التكنولوجيا. مشاكل طائفية سادت بين الناس بدون ذنب. وسببها السياسة. كل هاي نتاز سياسات 19 عام. في حين كانت الناس تتأمل تتحول الأحوال وتتبدل. يعني كنا نتمنى نتحدث عن بعض السياسيين اللي ضيعوا البلد. لكن مع الأسف الناس تحس بخذلان عميق لكل طموحاتهم. نتمنى أنه يصحح الوضع في هذه الحكومة. وأيضا نعيش بحبوحة من الرفاهية. تصبحون على وطن آمن. في أمان الله. اشتركوا في القناة